بسم الله ده البيم هند بوك الخاصة في نيزلند يوجد الكتاب أو هند بوك بكلمة بيم بيتر بيلدينج بيتر بيرفورمانس يشكر الناس الذين عملوا في الكتاب وده الفيرس وده الملحقات كلها موجودة مع الشرح تمثيل لكل خصائص العناصر الموجودة في المبنى ونحطفها المعلومات بحيث انها تساعدنا افتخاذ القرار طور حياة المبنى وهي تبدأ معنا من اول ما في المفاقة نحن نبدأ المبنى وفي أثناء مرحلة التشغيل التشغيل ومعتمدة على الأشخاص وعلى بوليسي وعلى التكنولوجي وعلى بوليسيسي العناصر من الأربعة دول حصل فيه مشكلة البيم أكيدها حصل فيه مشكلة لان هذه الأعمالة بتاعت البيم هنا بالكلام عن الفوائد بتاعت البيم جميع الناس فاتريات مهتم بمرحلة التشغيل البلاننج ولكن الاحثمام الأكبر أектор الفوائد الأكبر أو العائد الأكبر بيقود من الوبرتشن لانذا السبب شهر أو شهرين الوبرتشن مثلا سنة الوبرتشن 30.40 سنة هذا الهندبوك يبدأ من أول بداية فكرة المشروع والتشغيل والمفاقرات مهم جداً في موضوع الـ Coordination يعمل الـ Coordination بين العناصر من أكثر من الـ Discipline ويبقى فيه أي مشاكل موجودة تتحل أثناء التصميم ليس أثناء الشوكل وفيه تواصل أكثر ما لما يكون فيه 2D ووش عارفين منات خيال الارتفاعات وعندنا Data Management قوية جداً تقدر استخرع كل المعلومات الموجودة في المشروع وتقدر استعمال Simulation و Contact Off كل هذا من خلال الـ Beam وتزود الإنتاجات بتاعتنا ويبقى فيه تحصية أكبر وأكبر وفيه معلومات واضحة بس دا أعمل المشروع هنا بتكلم إزاي الـ Beam أفاد نيسلندا في أنها اتطورت وإن كان مازال لسه هم مشاهدين عنه لسه هم بتطوروا فيه بس هم بقى أزود أن العميل أو الـ Client أو الـ Honor بقى فاهم أكثر فوائد الـ Beam وبقى عنده استيعاب للموضوع وبقى فاهم شكل مبنى ما يجيش يعد عادل في كل شوية وبقى فيه لغة مختلقة بين الشركات المختلفة هنا بقى بتكلم على الـ Global Beam Level 0123 زي موجود فيه الكود البريطاني استخدامات الـ Beam بقى لك روح للـ Appendex هنا نكون عندي موديل متجمع في كل العناصر ده بيكون أفضل بحيث نحن نقدر نحل الـ Clashات الـ Documentation الـ Project Beam Brief الـ Beam Evaluation كل واحدة من دول لها Appendex خاص بها أولا من دول سنة بيبقى يجب لي الـ Appendex لها تقدر أفضل منه أنا بيقول لي الـ Beam Rules فيه بـ Beam Manager في Beam Coordinator في Beam Specialist وفيه حاجة كثيرة جدا كل مشاركة بتكبر بتبدأ توجد الوظائف أو حاجات خاصة Beam Information في واحد موضوع خاص ب بعمل المعلومات واحد خاصة مثلا بحضور الاجتماعات واحد خاصة مثلا بيع بالبرمجة الـ Beam ودارة المفراط الـ Contractor Injectment بمتم بالمعلومات بتاعت الـ Beam وعندي الـ Schedule وضع ويقلل وضع ويقلل هنا الـ Beam Workflow ويبدأ من أول من المشروع نفكر فيه ونبدأ نعمل موديل بيم في كل المراحل وبعد ذلك نبدأ مرحلة تشغيل ونبدأ البيانات التي هي Non Graphical Data Documentation موديل وممكن تكون البداية بتاع البداية متحدد من هنا ويقوم بإمكان مبنى موجود ونحن نفكر موديل لجعله إدارة لـ نفكر أول مرحلة البرجيكت بإمريف أحتاج أن أحدد الأهتف بتاعتي والحيات التي ننتظرها والأهداف من المشروع هذا مهم جدا في هذه المرحلة وأن أحدد من الذي يعمل في المشروع بمرحلة البناء وفي مرحلة أن تحضب مرحلة عمل المعلومات التي تحتاجها ومجهز العمل وإن تكون موضوع ومفاعل الحل البرجيكت أمراك ومفاعلها تسمية كومانداتاااااااااااااااااية هذه هي المرحلة الأولى لما نعمل فيها و sights and 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 the viser ينفع بيت الأقسام تشوفه و تبدأ تضعه فيه فوردر الشرد يعني مثلا كاسم المعماري بلسه بيعي حطوان لسه الشغل ما ينفعش حد يعدل فيه و تجاب بين الهنه و هكذا طول الزبوع و شغال في الورق و بروغلس و في اخر الزبوع لما حس ان الشغل بقى كويس ينفع الناس يشغل عليه و يضعه في الشرد بحيث ان بيت الأقسام تشوفه الشغل و ده شخص معين هو المسجول ان هو راجع الموديل قبل ما يضعه على الشرد و هنا برضو يرجع الموديل و يضعه في الـ Publish من كل فقط لو مصلا من شهر نأخذ ملف نخليه قايف بحيث يبقى مثل History بحيث لو حبايا نرجع لي المشروع من شهرين تجد نعمل ازاي نقدر نرجع له ده من الحاجات المهمة وبعدين في عندي حسمه M-E-A ده من الصاحب او المسؤول عن هذا العنصر كل العنصر يبقى الـ OD و M-E-A M-E-A الى الـ Model Element Assuring و لدي الـ L-O-D الـ Development لكل العنصر بحيث يعرف درجة تفصيل موجودة في العنصر و من الشخص اللي عمل لها كريات او انشأها او مسؤول عن تعديلات او مسؤول لو فيها اي مشاكل وبعد كده الـ PIM Extension Plan الى الـ PIM Extension Plan على اساس كل تفاصيل عادة موجودة بفعل Project Promotion فيها Key Project Contacts بحيث لو حصل اي حالة بتسلبيه Quality Control Collaboration الـ Project Deliverables الفاصيلة Management Asset Management نحط خطة بحيث تبقى فيه كل المعلامات الخاصة بالعناصر او الصور اللي موجودة في المشروع عشان نقدر نديرها اثناء تشغيل المبنى هذه الملفات المهمة اللي يجب تكون موجودة تسمي كل الـ Business وكل الـ Business تبقى فيه زي Sequence معين في التسمية دمها الـ Level Development لابده على الـ Level Development يبقى الفاصل من الـ Level Development يجب التشغيل المبنى مرة واحدة لنحصل على قليل بمضاع التشغيل ويقوا فيه دمها بفاصل المبنى نقطة ويقوم بتحديد المبنى قديم بتحديد الـ Level Development وهو الـ Asbuilt مع الـ Coordinate مع الـ Coordinate مع الـ Lend Over وعلى من الـ Lend Over مع الـ PIMs Deliverables الأوضاع قديم بتحديد الملفات الاثلاثية بإمكانك إستغرام برنامج ربط، أو ربط، أو بدفط. فهذه الممكن أن أفضل بإمكانك إستغرام المبنى. لن تقوم بإمكانك إستغرام المنفقات في المنفقات. ولكن لن أفضل المنفقات في ملف الاصلي. ثم أحتاج الملف الاصلي وأشتريه في المنفقات. نحن نتحدث عن الملفات التي نشغل عليها ثم نحن نتحدث عن الملفات يجب لي معنى الكلام الموجود مثلاً الـ 4D هو الـ Asset Management و الـ Beam Coordination